بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوا اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إله أن تزكى وأهديك إلى ربك فتغشى فأرىه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله لكان الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء أبناها رفع سوكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماها ومرعاها والجبال أرساها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ماسعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاء إنما أنت منذر إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يربثوا إلا عشيا كأنهم يوم يرونها لم يربثوا إلا عشية أو ضحاها أهلا من أبث уже أغثوا أغثوا أنا